مرحبا بكم في المدرسة العربية الوطنية مع فيديو اليوم حيث سنواصل معا تقديم سلسلة فيديوهاتنا لتعلم اللغتين العربية والإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم جميع فيديوهاتنا التعليمية والتي ننشرها لطلابنا أولا وللعالم أجمع يعطيكم العافية طلاب الصف الرابع هذا الفيديو هو ورقة عمل للامتحان النهائي لذلك مهم جدا كل طالب في الصف الرابع يحضر هذا الفيديو ويتدرب من خلال الأشياء المحددة فيه بداية الفقر المطلوب معنا اللي هي بكتاب القراءة بالبيوبلز بوك بيج سيفنتي صفحة سبعين اللي هي بعنوان read and answer نقرأه سريعا and make videos we watch the trees grow الفقرة بشكل عام بتحكي عن أهمية زراعة الأشجار وأهمية الشجرة ويوم الشجرة we must plant more trees يعني يجب أنه نزرع المزيد من الأشجار trees are very important الأشجار جدا مهمة trees are homes for many animals and birds تعتبر الأشجار كبيوت لكثير من الأنمالز الحيوانات and birds الطيور they give us shade بتعطينا shade يعني ظل in the summer be safe they clean the air بتنظف لنا الهواء أو الأكسجين they trees give us wood and paper الأشجار كمان برضو بتعطينا wood يعني الخشب نستفيد منها يعني من الخشب ومن الأوراق البيبر every year كل سنة باليوم الخامس عشر on 15th January من شهر January children plant trees الأطفال أو الأولاد بيزرعوا شجر it's an important day إنه يوم مهم we sing songs نغني إحنا مننشد أنشيد we take photos نلتخط صور and make videos وكمان نصور فيديوهات we watch trees the trees grow ومنشاهد الأشجار وهي تنمي الآن بالنسبة للأسئلة the first question أول سؤال are trees important are trees important هل الأشجار مهمة طبعا حسب ما إحنا قرأنا هون إنه اللي تريز هي هون are very important يعني yes منجاوب هون yes إذن شو مننجاوب يا رابع منجاوب هون yes they are yes they are ليش حطينا they بدل ما نحكي trees نعيد هنكررها نحكي ضميرها هي جمع شو منحكي شو ضميرها ضميرها they طيب و are هون الفعل المساعد لأنه أصلا هو أتابي السؤال هون are هون ف yes they are السؤال الثاني where do many animals and birds live وين العديد من الحيوانات والطيور بتعيش حكينا هون زي ما فهمنا من القطعة إنه الحيوانات والطيور بتخذوا trees كبيوت لهم يعني هم بيعيشوا في داخل الشجرة ف شو منجاوب برضو بدل ما نحكي نعيد كلمة animals و birds هم هدول جمع شو ضميرهم they they live هاي هون live الفعل الرئيسي اللي هو live يعيش هم بيعيشوا in trees هم بيعيشوا في الشجر they live in trees طيب السؤال البعض how do trees help us when it's hot يعني لما يكون الدنيا الجو شوب الجو حار كيف الشجر ممكن يساعدنا هاي هون بحكي لنا they give us shade in the summer يعني بالسمر بالصيف معروف انه يكون الجو حار الشجر شو بيفيدنا بيعطينا ذل they give us shade اذا هذا هو الجواب they give us shade هاي trees give us they give us shade in the summer number four what do trees give us الشجر شو بيعطينا شو بيقدمن له شو منعطي او شو احنا منستفيد منه اه بحكينا ايو trees give us wood and paper احنا منستفيد من الشجر من الشجر من الخشب والاوراق اذا منجاوب trees give us wood and paper السؤال الخامس number five what happens on 15th january شو النشاطات او شو الشغلات اللي بيصير في يوم 15 من شهر جانواري من كل عام هاي بيحكي لكون every year on 15th january children plant trees هاي هون الاطفال بيزرعوا شجر فبنحكي هون children plant trees الان بالنسبة لباقي اسئلة القطعة غير الاسئلة الموجودة هون بالكتاب اللي جاوبناها ممكن يجينا السؤال true or false يعني صح عم خطأ باختيار جملة من الفقرة يعني احنا عنا هون جمل واحنا فهمنا عن ايش بتحكي الجمل فبكل سهولة رح نعرف اذا المعلومة خاطئة ولا صح في الجملة اللي ممكن اختار لكم اياها في الامتحان مثلا هون trees are very important لو جبت لكم اياها نفس الجملة زي ما هي ما غيرت فيها اشي انه الاشجار هي جدا مهمة طبعا هاي المعلومة صحيحة فبنحط true or او مثلا اشارة صح او ممكن هي نفسها اغيرة احكي لكم three are not very important مش مهمة مش مهمة طبعا هاي المعلومة خاطئة فمنحط لها false او اشارة خطأ الان برضو كمان زي ما تعودنا سؤال الاستخراج find مطلوب مننا نستخرج noun و verb noun يعني اسم وال verb يعني فعل noun يعني زي اسماء الاماكن اسماء الحيوانات الكائنات الحية مثلا او اسماء الجماد اسماء بلاد اسماء اسم انسان مثلا عندنا هون انا اخترت لكم اكثر من اسم انت بديك يا صف رابع بتحفظولي فقط واحدة وبتجابوها في خانة النوم عند الاسم عنكم هون trees الشار animals حيوانات birds طيور wood خشب paper ورق اختاروا اي واحدة فيهم احفظوها واكتبوها بالامتحان verb يعني فعل يعني مثل plant هون اول جملة عندنا هون plant يعني يزرع give هون يعطي clean هون مثلا clean the air تنظف sing sing songs sing يعني يغني سؤال اخر ممكن يجينا بالامتحان انه نكتب question mark or full stop يعني انك تكتب علامة سؤال او نقطة هذا السؤال جدد سهل و سبق ودربنا على نمطه في الحصص اذا كانت الجملة جملة عادية تمام فاحنا مننهيها في full stop في نقطة اما اذا كانت عبارة عن سؤال احنا منسأل فيها فمن حط العلامة باخر الجملة او باخر السؤال اللي هي question mark يعني علامة السؤال زي هون where did you go بالامتحان لو ايجتك زي هيك بتعيد كتابتها وبتكتب بنهايتها العلامة المناسبة سواء question mark او full stop يعني علامة سؤال او full stop طبعا هي بما انها سؤال احنا منسأل اين انت اين ذهبت اين ذهبت where did you go فمنحط علامة علامة السؤال هي علامة الترقيم المناسبة مثلا هون we went to mad بها جملة عادية مش سؤال احنا ما منسأل فيها منعيد كتبتها ومنكتب بنهايتها full stop نقطة لانه هاي هي العلامة الترقيم الصحيحة ايضا ممكن يجينا سؤال ضع دائرة read and circle الان هذا السؤال برضو سبقه تدربنا على نفس نمطه انه نحط مثلا زي هذا اول وحدة نختار نمط اداة السؤال المناسبة where تستخدم للسؤال عن المكان هو للسؤال عن الشخص طيب السؤال عنا هون بيحكي لنا where ولا هو did you go يستردي هو معنى السؤال شو هو انه did you go يستردي ذهبت امس طيب ذهبت امس احنا شو يمس هون منسأل عن المكان اين ذهبت فهي اداة السؤال الصحيحة اللي هي where اين تاني واحدة هون مثلا ممكن تيجينا مش على اداة السؤال ممكن تيجينا على انه نختار did ولا do طيب احنا هون منحكي يستردي ويستردي بتحكي عن الماضي طيب اجباري شو رح اختار يمس رح اختار did لانه did هي اللي بتعبر عن الماضي do هاي بتعبر عن المضارة فالصح انه نختار did يعطيكم العافية نكمل يا رابع بالنسبة لكتاب التمارين عندنا هون في بعض التمارين جدا فهمة ومهم كمان انه نتدرب من خلالها على نفس نمطها زي هون مثلا ممكن اجبلكم write capital letters يعني منه نكتب الاحرف اللي ايجباري انه نكتبها capital letters هي بتكون بالخطأ يعني احنا نكون حطلكم يا بالسؤال small letter لكن انت يا صفرابي لازم تحطها تحط اول حرف او تكتب اول حرف capital letters اول معلوم لازم نكون عارفينها انه الكلمات التي تكتب capital الحرف اللي فيها اول حرف اللي لازم يكتب capital letters هي اول شغلة اللي بتبدأ فيها الجملة شو ما كانت صفة ولا اسم شو ما كانت ما بهمنا احنا بهمنا بما انها جاءت ببداية الجملة اول كلمة بتأتي في بداية الجملة اجباري اول حرف منها لازم ينكتب capital letters مثل هون عندكم last week ال L هون محتوى small فمنعيد كتبتها بالامتحان نكتب last week حرف ال L هون منكتبه capital letters حرف الكبير منكتبه الكبير تمام last week week ما عليها مش جاي ببداية الكلمة وهي مش من الاسماء اللي لازم تنكتب capital letters زي اسماء الاماكن اسماء بلدان اسماء حيوانات مثلا اسماء اماكن معروفة اسماء اشخاص معروفين اه عندنا هون مثلا we we went to مهدبة هلا we went to هدول مش من الاسماء او الكلمات اللي اجباري انه نحطها بالكبير لتر بس في عندنا هون اسم مدينة مدينة مادبة وبما انه اسم مدينة فاجباري برضو نعيد كتابتها هون ونكتب اول حرفها حرف الام capital letter اذا بالامتحان بتعيد كتابة الجملة كاملة بس بتنتمه انه الاشياء الكلمات اللي اجباري تكتب اول حرفها capital letter بتكتب اول حرفها capital letter اهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية نحيطكم علما بان التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الاساسي للبنين والبناء نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد